كما ترى التلاميذ، نرى الآن أحضر مجموعة مفقاة بجناعة مفقاة وبالأخص نرى المفقاة بجناعة وفي الأخصى لكي نتعطي المفقاة بجناعة المفقاة إذن أعطوني تسعة مفقاة فنقرائها لديك مجموعة التعريف في كل حالة إذن أمام بجناعة أعطينا ف1، اسمية ف1 شخص حمسة أفكر معي مزيلا. ما من الخاصية سنطبق؟ أه، لدي كسر. سوف نطبق الخاصية للكسر. إذا نضيف تدفع F وهي X ينتمي إلى R ماذا كان يوجد في الكسر؟ X يخالف 0 سألت. سألت X يخالف 0 لذلك نضيفه. عندما يكون يخالف، نضيفه R مع ذلك العديد الذي وجدته. سوف أضيفه لاعضة الانتصار سوف أضيفه لدي المعادة 0 يعني PLEVEDO 0 سوف أضيفه في هذا الرمز سوف أضيفه في حال الشيء وضيفه حالة نتائج سوف أضيفه هذا الرمز سهل سوف أقوم بتدفع الآن نضيفه F سوف أضيفه دي دو اف اسمية دياله حتى الموناف اسمية هنا يا عدنا ايكس موان دو سير اكس وكارين موان ناف اه فوا لشان طبق تاني هنا اي عندي كسر استاد دونك سيبين ها هي شكول عندي كيف الكسر ايكس وكارين موان ناف خاسون ديفيرون دو زيغو بلاخد دام اه استاد راكين عدنا تعميل عندك الصح مزين ها هو ها كاك مزين اشغل ندير داب هنا ايه ندير او ولكن قنا ندير ايه ها هي اي ماشي او نكمل دابن دن حل المعادلة ايكس نطبع الحلو خالف تايا صفر ايكس خاسد خالف سريع العدد ايه ثانية در ايه ثانية , كيف هي تعميل عدد او عدد ثانية س heir مع عدد تر او عدد ثانية جدو ايه ثانية الايه الصفار زيغو نعمر ميزين بعد ذلك من سالك هيا اكس ستكون اكبر او يساوي السفر نطبق اللعبة هذا غادية بلوس لان فيني هذا غادية مولان فيني تبعش انا من رمز عندي عندي هذا غادية لهيه ما زيان هوا نضير تي دو افضل اتقر هذا غادية بلوس لان فيني ما جنفتوح ونحشم اللاخر قلنا ما جنسدو نحلو انسى الطابعة الحالي علاش لان عندي الساروة ديالي ساريت دو اف دو كاتر دو ايكس كن دورك متبعين طونا تخوا موارسين دو موانيكس دونك انا ما كيهمنيش هذا لان هذا اصلا عبارة حدودية للدوغر ديالة زارو كيهمني غير ليفي الجدر مهم انا ذكر في الجدر والجدر على يعني على السطر مباشرة دو موانيكس سيبريور ويقع على زارو نفس الطريقة نحول اول حاجة لجوج لاختوه لاندي ناقص اكس اكبر من ناقص جوج اكس اكبر من ناقص اللي عندي هنا سيكون موالا نفيني اذا موالا نفيني نصد الحل حسني ضروري نصد المجال ديالي هدية دي اف دو كاتر مزيان اذا ندوز مباشرة نحن اه الفونكسون خامسة اف سينك دو ايكس اتقال اكس وكاري موانزا اذا نطبيط الحال هنا عندي جدر اكس بارتونا انا بخضن ما شيء ايدي يساوي بارتونا اغ بحيط اكس وكاري موانزا سيبريوري غالزار اذا سيبري انا كنتعمل ها هو مزيان انا غنضير واحد طابل دو اول حاجة نحل المعادلة نحلها عادي اكس نقص واحد تساوي السفر و اكس زائد واحد تساوي سفر متفقين اذا اكس تساوي واحد او اكس تساوي نقص واحد غنضير واحد طابل دو سين ديالي هنا لي في موالا نفيني في موالا نفيني في ناقص واحد و في واحد شكونوا اللي عندي هنا شكون ايكس وكاري موانزا اذا كندر اشارة ا بلوس اللي هي هذه هنا بلوس هنا كندروا موان اذا اشنو كنقلب في هذه الحالة هنا خلص نقلب ان كان عندي بلوس كان هنا وكان هنا اذا شندير دي دو دي دو سينك اللي هي من موالا نفيني موانزا 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 اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نضع أول شيء A 1 B C بالنسبة للدلتا سوف تقوم بحياتكم كاملة نقص 1 نقص 1 نقص 4 1 نقص 6 1 6 25 25 طف حلول X A 2 A نقص 1 1 25 25 5 2 3 2 6 ثم 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 نقص 5 ثم 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 أرجع معي هي R يجب أن يكون خالف ثلاثة ماذا يكون الآخر نقش صافي لا يوجد مشكلة هذا ما يجب أن تتعلم ندوز مباشرة إث ويت نحتاج لدينا أساة كسر هذا رائع كذلك بحيث X كاري بلوس A يخالف لي الزر مزيد X كاري يخالف لي ناقص 1 ورمارك معي مزيد هنا X كاري يخالف ناقص 1 صحيح ولا خطأ هذي صحيح علاج دائما اكس وكاري مع ممورة تسويش حاجة ساليبة اهنا غنعطيك هذي كوم واحد روماكس تخزان بوغتون ميتكو عندك شي عدد اكاري كي خالف لك ناقص واحد ناقص ستا ناقص شي حاجة مباشرة كنقوله ان دي دو اف دو ويت فالحالة هي اعر وكن دروش وخالف شي حاجة حيتي ما يمكنش اصلا اي عد عودتي في اكس اراه ما غاديش يساولك ناقص واحد تكون على اكد لان عندي دائما اكاري نجوفه اخر واحدة اف ناف نجوفه هذي كي تعطينا ايكس بلوس 1 سور اكس بلوس 3 هذي معده شي اهمية علاش لان اصلا حدودية من حدودية مجموعة التعريف دليا اركب قليا خالد كسر دي دو اف دو ناف اتقال اكس ابرتونا اخ بحيث اكس بلوس 3 يعني ديفيرون دو زيرون نحلو هاد المعادلة اكس بلوس 3 اذا لقيت اكس كدخال في ناقص 3 مباشرة ار معادة موان 3 صافي مزيان اذا لقد اخبرتنا التمارين انا اتمنى تكونوا استافتو وفهمتم مزيان هده كيفاش تحدد من معادة تعريف دليا احد دالا وهذا شي اساسي بزاف في لتي ديفونكسيو انا اتمنى لكم التوفاق وانتمنى لكم التصير والتقوى ونطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر اللي غانتوزو فيه كيفاش نحسبوه صورة عدد بدالة اذا انتلقوا ان شاء الله الى اللقاء